يوسف أيمن في الأهلي لمدة سنة على سبيل الإعارة ده اللي أكدته تقارير قطرية صحفية حول يوسف أيمن مدافع فريق الدحيل القطري واللي أكدت أنه خلاص بقى ضمن صفوف النادي الأهلي طبعا لسه ما أعلنش بشكل رسمي من قبل إعلام النادي الأهلي ولكن تقارير القطرية أكدت أنه صاحب الـ 25 عام خلاص بقى أهلاوي يوسف أيمن خاض مع فريق الدحيل 24 مباراة في كل المسابقات في الموسم المنتهي 2023 و2024 وأحرز هدفين وهو يمكن مدافع هداف والحقيقة أنه النادي الأهلي كان بيحرز طول الوقت على البحث عن مدافع هداف لتعويض محمد عبد المنعم حل رحيل محمد عبد المنعم يعني خلينا نقول أنه حتى الآن طبعا محمد عبد المنعم مستمر مع النادي الأهلي ولكن حال رحيل المدافع يعني النادي الأهلي ولجنة الكرة بالنادي الأهلي كانت بتدور أو بت يعني مستهدفة المدافع الهداف يوسف أيمن أحرز هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين حسب التقارير القطرية اللي احنا وللكم عليها في بداية هذا التقارير يوسف أيمن خاض 15 مباراة مع الدحيل في الدوري القطري بمعدل طبعا ده في الموسم الماضي بمعدل 1159 دقيقة وأحرز هدفين وبطول الدوري أبطال أسيا لعب يوسف أيمن صفقة الأهلي المنتظرة ست مباريات مع الدحيل القطري أيضا صنع هدف وحيد في مشارك فيه ثلاث مباريات بطولة كأس أمير قطر الموسم المنتهي وأيضا قدم تمرير حاسمة خلينا بقى أقولكم على ذكرى النادي الأهلي تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الفامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات تجمع المباراة الأولى المقاولون العرب مع البنك الأهلي بينما يستضيف الأهلي فرقه ويلاقي سموح نظيره برامدز خلينا أفكركم أنه المربع الزهبي للدوري المصري بيتكون من برامدز المتصدر صاحب الاثنين وستين نقطة بعدما خض 25 مباراة أما النادي الأهلي فهو في المرتبة الثانية برصيد 45 نقطة من خوض 19 مباراة ولازال لديه عدة مبارايات مؤجلة المصري في المركز الثالث برصيد 45 نقطة من 27 مباراة وزاد أفسي 41 نقطة من أصل 26 مباراة خضها طبعا زاد أفسي الحقيقة أنه يمكن من المفاجآت في هذا الموسم نظرا لأنه الصعد حديثا لبطولة الدوري أما بقى صراع برامدز مع الأهلي والزمالك فبرامدز يطير بصدارة الدوري بعيدا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الدوري لأول مرة في طريقه زي ما قلنا لكم برامدز لديه فيه جعباته 62 نقطة من 25 مباراة وبفكركم تاني أن الأهلي في المركز الثاني والزمالك لديه 34 نقطة من 21 مباراة في المركز العاشر هنا كمان نقول لكم أنه الزمالك يفتقد لثلاث نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم خود مباراة القمة زي ما كلنا تابعنا واعتذر طبعا أصحاب القلعة البيضاء عن خود مباراة الأهلي الأفيرة دي طبعا كان تقررنا عن جميع مباراة اليوم النهاردة هتستقنف طبعا زي ما تقول لكم مباراة الدوري كل محبي كرة القدم في مصر هيتابعوا النهاردة عودة المباراة مرة أخرى ولازلنا حتى الآن لا نعلم خود نادي الزمالك مباراة غدا أمام سراميكا كروباترا من عدمها حتى الآن لسه مجلس دورة نادي الزمالك ما أقرش بشكل رسمي أو ما أعلنش بشكل رسمي موقفه النهائي من خود المباراة وإن كان الأقرب هو خود المباراة حسب طبعا العديد من المصادر من داخل القلعة البيضاء ده كان تقررنا عن البطولة المحلية خليكم معينا على مدار اليوم لسه معينا بس مباشر في العديد من طبعا الفعاليات الرياضية خليكم معينا وتراها الشيحة